أبداً نطلب السدادة والتوفيق يا رب العالمين شكراً للزملاء الذين سبغوني بالنداء والتعليق نبدأ معكم وبحضراتكم ومع انطلاقة شوطنا الرابع لنتابع منافسات سن الثناية لنشاهد انطلاقات الثمانية كيلو مترات مع أيضاً منافسات فئة القعدان في هذا الشوط بعدما نهني مالك الدوحة من حضرات الشوط الأول الرئيسي لسن الثناية الافكار ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجره التهنية والناموس في فوس الدوحة في أول أشواط الافكار وكذلك نهني عبدالله بن محمد الفهيدة المري من أيضاً قدم لنوقات في أول أشواط الثناية القعدان وكذلك التهنية لبن بثل من رافق هذا الشعار حتى خط النهاية هذه انطلاقة شوطنا الرابع نبدأ بالنداي مع أول المراكز لنتابع المركز الأول لمغذي أحمد بن أهلال بن أحمد بن إبراهيم من يقدم لنمغذي على المركز الأول وعلى الصدارة يتابع فتضي محمد بن خميس العمري من يتابع أيضاً انطلاقة المركز الأول المركز الثاني ثاني التحديات الثاني إلا اسمه شعار بن هاملة من واقع الشعار تواجد على المركز الثاني وينطلق بشعار بن هاملة ذيب لسالب بن حمد بن مبارك النابة المري المركز الثالث اللي تسلل من الجانب الأيمن هذا هو الترس لمحمد بن جبر بن عبدالله الهاجري المركز الرابع رابع التحديات نتابع معكم وصولي وتقدم ميات سالب بن فرحام بن خميس العنزي أيضاً غادم بشعار يا أبو سعد وحاضر بانطلاقة المركز الرابع المركز الخامس تابع أيضاً الشعارات الغادمة الواصلة بقيادة السيل الجارف بانطلاقة ووصول ولد شهيد مبارك بن سعيد بن عويضة السلمي أيضاً هذا الشعار كان لحضور أو السلمي كان لحضور مميز في أشواطنا التي انغذت في هذا الصباح أيضاً أتى على ما يبدو وصيفاً في شوط الأول أو على المركز الثالث شوط الأول للثناء القعدان وأيضاً ينافس مع انطلاقة هذا الشوط نتمنى التوفيق لجميع الأخوان المشاركين على أرضية ميدان التحدي والحاضرين والمتابعين في مسيرة هذا الشوط نعود إلى مجريات المقدمة لنتابع معكم أول المراكز لنشاهد مغذي أحمد بن إهلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي يتابع في التضمير علي بن خميس العمري من يقدم لانطلاقة أول المراكز رافق مغذي بانطلاقة مع أول المراكز من الأسماء الخطيرة الحاضرة في هذا الشوط والمرشحة بانطلاقة أول المراكز المركز الثاني التواجد مشاهدين الكرام من قبل الترس المتواجد على الثاني المراكز الكل يحترس من الترس لمحمد بن جبر بن حد الله الهاجري من يود المهاجرة بناموس هذا الشوط المركز الثالث أتابع معكم شعار لبرنس هذا شعار الدوحة هم السيوف يحضر بانطلاقة الكبار ويتواجد بانطلاقة هذا الشوط يحمل شعار أيضا حمد بن محمد بن طالب بن عقيل على ظهر مبلش المتواجد بالانطلاق مع المركز الثالث المركز الرابع يصل ضبيان على رابع المراكز يا مرحبا يا بن دلموك حمد بن ناصر بن دلموك المري من يمتلك ضبيان المتواجد على المركز الرابع المركز الخامس مرحبا طير الفرح والشوط أتابع على خامس المركز الخامس وصول مدلل يتقدم بها هذه اللحظات لسعد بن علي بن حمد بن سلام الهاجري أيضا ما من سلامة من هذا الشعار وبحضوره وانطلاقاته الكبيرة الحاضرة بانطلاقة هذا الشوط هذا شعار ناصر هذا شعار ناصر وشعار الأسماء الكبيرة اللي رافقها هذا الشعار بصولاته بجولاته بانطلاقاته بحضوره الكبير في أرضية هذا الميدان وأيضا في المحافل الخارجية في دولة الأمارات ميدان الوثبة والمرموم وكذلك في الكويت وكذلك أيضا في المملكة العربية السعودية نعود إلى المقدمة بعد ما أتممنا النداء للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة مع مسيرة هذه الانطلاقة المركز الأول والصدارة هذا كمغذي اللي على القيادة والريادة أيضا يتواجد بالانطلاق مسيطر تمام السيطر على المقدمة أحمد بن إهلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي إتاب أحمد بن خميس العمري من يرافق بالانطلاق من يرافق في المسايرة من يرافق في الضمار بانطلاقة المركز الأول المركز الثاني الغدوم على ثاني المراكز هناك مغذي نسوي فارق ما بينه ما بينه الأسماء المتواجدة القادم على المركز الثاني يمدلل هذا مدلل بشعار بن سلامة سعد بن علي بن حمد بن سلامة يتابع عبد الله في عملية التضمير والمسائرة المركز الثالث يتابع ضبيان حمد بن ناصر بن دلموك أيضا يتابع محمد بن ناصر بن يرافق انطلاقة هذا الشعار بتواجده الجميل على المركز الثالث المركز الرابع يتابع على رابع التحديات انطلاقة وتقدم الترس لمحمد بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري والمركز الخامس الواصل على خامس المراكز من يحمل الرقم واحد يصل عرعر لمحمد بن ناصر بن مسفر الخليل الشهواني أيضا هذا أحد المسميات الخطيرة واسم عرعر اسم مدينة في شمال المملكة في شمال المملكة أيضا معروفة بجمالها بطبيعتها الشميلة وبورود التجوية في شمال المملكة هذه الأسماء الحاضرة والمتواجدة أيضا هناك أسماء قادمة خلف النداء شكرا بوشارب عندما قلت هناك أسماء خلف النداء أعطانا لقطة جميلة على الشعرات الحاضرة والمتواجدة خلف دائرة الأسماء الخمسة الأولى التي تسير في مجريات هذا الشهوط وترقبوها في الأوقات الحاسمة وفي الكيلو مثل الأخير خصيصا عند هناك الحزام الأخضر عند الحزام الأخضر اقترابنا من المنصة الرئيسية سيل جارف من أيضا الثناية من الثناية الحاضرة والمتواجدة بالانطلاقات العودة مباشرة لنستجد النداء لنتابع مستجدات هذا الشهوط لنتابع المقدمة وكلما عدت النداء أتابع على المركز الأول تواجد مغذي مغذي يتقذى بالانطلاق بالانطلاق وبالناموس مع أول المراكز أحمد بن أهلال بن أحمد بن إبراهيم من يمتلك مغذي أحمد بن خميس العمري من يتابع عملية التضمير المركز الثاني القادم والمنطلق على ثاني المراكز يصل لهب لأول نداء يتسلل بدور المركز الثاني مع تجاوز لافتة 2 كيلو مترات بدأت الأمور تشتط صعوبة بهذه اللحظات تعود ملكية لهب لحمد بن محمد بن طالب آل الصحاق المري المركز الثالث يتقدم مدلل على ثالث المراكز سعد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجي المركز الرافع يصل الضبيان حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري المركز الخامس يصل أيضا ويتقدم عرعر لمحمد بن ناصر بن مسبر الخليل الشهواني وهناك أيضا شعار بن سفران غادم الشعارات غادمة لا محالة وصلة في مسيرة هذا الشهود وبانطلاقة الأسماء المتواجدة هناك الأمور تسير لصالح أول المراكز لصالح المركز الأول الصدارة مغذي 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 يا سلام انطلاقة مغذي خطيرة خطيرة الغاية هناك يقدم أداة كبيرة يقدم أداة مميز يباعد المسافة مع الصدارة بدون أي تعليمات يبدو الانطلاق ذاتي ذاتي بعده بعده بعد الأمور مبكرة مع مغذي وانطلاقته أحمد بن إهلال بن أحمد بن إبراهيم العمر اللي تابع المركز الثاني أعلن الحرب أعلن الحرب مع راعي لهب مع المركز الثاني السعاق غادم غادم بانطلاقة لهب هناك تواجد والحضور لحمد بن حمد بن طالب للسعاق المري من يقدم لنا لها بعملية التضمير والملكية والمسائرة المركز الثالث يصل الضبيان على ثالث المراكز حمد بن فرج بن حمد بن دلموك المركز الرابع يتقدم شعار بن مهينة وصل بن مهينة غادم لكن في اللحظات الأخيرة خلاص أمور الشهود انحسمت ما بين الصحاق وما بين بن إبراهيم على المركز الأول أمغذي على الصدارة أمغذي على المقدمة لهب غادم لهب ومغذي أمغذي ولهب أمور الشهود أمور الشهود ما زالت مع مغذي بانطلاقة على الصدارة لا كل لهب لاب قادم بن دلموك وصل مع ضبيان كنق الميدان قادم الله يا مرحبا مشعار ضبيان وبند الموك اللحظات الأخيرة الحاسمة من مجريات الشوق مغذي على الصدارة ضبيان قادم بن دلموك واصل بن دلموك وكذلك شعار بن إبراهيم على المركز الأول ضبيان مغذي مغذي ضبيان اللحظات الحاسمة قط النهاية قط الفيصل الناموس الحائر الحائر ما بين الأسماء بن دلموك مع أيضا ضبيان مغذي مع ابن إبراهيم الحمري بن دلموك الحمري بن دلموك لكن ضبيان ضبيان في اللحظات الأخيرة يسيطر على المركز الأول وأيضا يتوج بأول المراكز التاني والتبريكات لحمد بن فرج بن حمد بن دلموك والتاني لمحمد بن فرج من تابع هذا الشعار حتى خط النهاية نهني مالك ضبيان حمد بن فرج بن دلموك المري والتاني لآل دلموك كافة ولمن تابع هذا الشعار محمد بن ناصر بن دلموك المركز الثاني وصل مغذي لحمد بن هلال بن حمد بن إبراهيم المركز الثالث كان الوصول من غبل لهب لحمد بن حمد بن طالب السعق المركز الرابع وصل مبلش لجابر بن سالم المهير المري المركز الخامس من أمس السعيد بن عمير الفلاسي مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء نذهب إلى التوغيط الزمني ولحظة وصول ظبيان 13 دقيقة بدون أي ثواني بدون أي أجزاء الثاني والتبريكات لمالك ظبيان حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك والثاني أيضا اللي أشقه على هذا الفوز المسحق ولكم تهني أيضا من فراج فرج بن حمد بن جار الله المركز الثاني وصل مغذي 13 دقيقة عطنا الثواني بوشارب بدون ثواني أربعة أجزاء من الثانية الثاني والتبريكات لمالك مغذي أحمد بن هلال بن أحمد بن فراهيم والتهني لأحمد بن خميس العمري المركز الثالث 13 دقيقة ثواني أربعة أجزاء من الثانية أو ثلاثة أجزاء من الثانية التبريكات لمالك لهب حمد بن محمد بن طالب آل الصعاق المري شوطن جديد ينطلق وزميل بدر بن وجبة واصل بالتعليق